بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى جاء العيد ليبشر الناس ويحيي الأمل في النفوس ويجدد العهد مع الله فبعد أن نزل الحجاج من على جبل عرفات نتذكر جميعا يوم التضحية والفداء في يوم العيد نتذكر هذا المعنى العظيم للأضحية هذا اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن أخبرنا في القرآن أن البر يورث ظل الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتحدث مع أبيه بكل خلق وبر قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي ظل يتحدث إلى أبيه بلغة راقية جميلة يا أبتي يا أبتي إلى أن جاءته الرؤيا في منامه ورؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم فلما رأى في منامه أنه يذبح ولده قال لابنه يا بني انظروا إلى هذا الخطاب يا أبتي يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أرجو أن نتصور كيف جاء رد الغلام الصغير الذي بلغ السعي معه إسماعيل قال يا أبتي افعل ما تؤمر وهنا يتوقف الإنسان لأن البر يورث لما كان الخليل في خطابه مؤدبا راقيا ملهما عظيما مع أبيه جاءه الجواب من الابن الصغير ومن الغلام الصغير بنفس الدقة وبنفس اللغة وبنفس اللظ قال لأبيه يا أبتي إني قد جاءني يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فلما رأى الرؤية قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فأقبل الخليل عليه السلام بكل شجاعة وبسالة ورجولة وإقدام ليذبح ولده لأنه يعي أنه أمر من ربه وأنه لا يخالف الأوامر لأنه الخليل صاحب الملة كما جاء في سورة الحج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ولما هم أن يذبح الولد جاء النداء من الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ يأتي هذا العيد ليؤكد للأمة أن الأضحية أصبحت شعيرة لأنها فعل الأنبياء ولأنها إن دلت فإنما تدل على عظمة الأنبياء وعلى شجاعة الأنبياء وعلى إقدامهم وطاعتهم الكاملة لربهم سبحانه وتعالى بلا جدال ولا نقاش إنما قالوا سمعنا وأطعنا وهكذا أراد ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال ربنا تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت السادة الكرام افرحوا بالعيد املأوا الدنيا حبا وسلاما وودا وجمالا ورقيا وخلقا املأوا الدنيا ووسعوا على الفقراء في هذا اليوم وأكرموهم بل بالغوا في إكرامهم في هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يذبح صلى الله عليه وسلم بنفسه وكان يوسع على الفقراء وإذا ذبح الشاه سأل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بقي من الشاه تقول لسيدنا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها فقال لها لا بل بقيت كلها إلا الكتف لأن ما خرج في سبيل الله وفي بطون الفقراء إنما هو ما بقي للإنسان ما عندكم ينفد وما عند الله باق إذن علينا أن نملأ الدنيا خيرا وعلينا أن لا نهاب حتى من زيادة الأسعار ومن هذه الأموال ومن كذا ومن كذا لأن ما عند الله يرد بل يرد بكثير وكثير فوسعوا على الفقراء وأعطوا عطاء من لا يخشى الفقر إن الإطعام لا يقلل أبدا من المال مع الإنسان لكن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نحن في عيد الأضحى في عيد التوسعة وفي عيد اللحم وفي عيد الطعام وفي عيد الإطعام نحن في عيد نتذكر فيه هذه الأسرة التي علمت الدنيا كلها كيف يكون اليقين من الأب إلى الإبن إلى الزوجة من الخليل إلى نبي الله إسماعيل إلى هاجر أم المصريين نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعماركم جميعا كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن دوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم